نايل الماضي في بيروت شدنا اشتدار سرعة الرياح كذلك مناطق الشمالية حيث يوصل إلى حدود 100 كم في الساعة كنا حذرنا من هذه الشدة الرياح بالنشرات السابقة التي قمناها ولكن بدائما من اليوم الصبح نحسر المنخلات الجوية التي كانت بسيطر وقدروا الارتفاع من صوب المياه ولكن مناطق الشمالية أقصى مناطق الشمالية بعدنا نشهد أمطار لحد ظهر اليوم امتداء من بعض الظهر انحسار كامل للمحافظة الجوية عن كامل المناطق اللبنانية وارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي وبطيء ضمن معدلات الموسمية لشهر كنون الثاني وهذا سنصير تقريبا امتداء من الثانين بشهر شبار من خباضات الجوية التي سترت على لبنان والحوض الشر المتوسط بالاسبوعين الماضيين قدت إلى ارتفاع نسبة المتساقطات في لبنان بالنسبة لبيروت وصلنا إلى حدود 470 مليمتر بينما السنة الماضية كانت 770 مليمتر سنة الماضية كانت سنة جيدة لا يوجد ارم بين السنة والمعدل العام وهو معدل وسطي على 30 سنة وهو 520 مليمتر بالنسبة لبيروت نحن اقل بالنسبة لبيروت ومناطق الوسط في لبنان اقل من المعدل المعتاد بـ 50 مليمتر وهي كمية قليلة تعتبر بالنسبة للسنة المطرية اما بالنسبة للسنة الماضية كانت 670 مليمتر بينما السنة الماضية كانت 669 مليمتر يعني هذه السنة مثل السنة الماضية او احسن بشوي بالنسبة لكمية المتساقطات يعني بالنسبة للمواطق شمالية كمية الأمطار جيدة جدا واعلم المعدل الوسطي وهو 520 مليمتر بالنسبة لمنطقة زحلي البقاع 370 مليمتر لحد اليوم بينما السنة الماضية كانت 500 مليمتر يعني اقل من السنة الماضية بينما اعلم المعدل العام الوسطي وهو جيد جدا 375 مليمتر لحد اليوم مثل الوقت على ما يبدو حسب التوقعات البعيدة شهر شباط يشد منخباضات جوية متباعدة اقرب من الفترة الربيعية ما يؤدي منخفاض نسبة المتساقطات مقرارة بالسنة الماضية والمعدل العام الأسبوع القادم متوقعين ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي ومحدود بسبب مرتفعة جوية بسيطرة على الحوض الشراء متوسط نحسر ابتداء من بعض الظهر الخميس بشكل سريع بسيطرة مخفض جوية على الحوض الشراء متوسط خاصة من مواطق جنوبية من الحوض الشراء متوسط يعني مصر والأردن وفلسطين وبأسر أكثر شيء بالنسبة لأقلنا على الجنوب بس بتصير في عنا أمطار باية المناطق ليلة الخميس الجمعة بسبب انخفاض سريع بدرجات الحرارة ونحسر لنهار الجمعة لنعودة تأس مستقر ويمكن أعلى معدادة نوسمية إلى شهر شباط ترجمة نانسي قنقر